الاصحاح الثاني وفي تلك الايام امر القيصر اغسطس باحصاء سكان الامبراطورية وجرى هذا الاحصاء الاول عندما كان كيرينيوس حاكما في سوريا فذهب كل واحد الى مدينته ليكتتبا فيها وصعد يوسف من الجليل من مدينة الناصرة الى اليهودية الى بيت لحم مدينة داود لانه كان من بيت داود وعشيرته ليكتتبا مع مريم خطيبته وكانت حبلا وبينما هما في بيت لحم جاء وقتها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته واطجعته في مذود لانه كان لا محل لهما في الفندق وكان في تلك الناحية رعاة يبيتون في البرية يتناوبون السهر في الليل على رعيتهم فظهر ملاك الرب لهم واضاء مجد الرب حولهم فخافوا خوفا شديدا فقال لهم الملاك لا تخافوا ها انا ابشركم بخبر عظيم يفرح له جميع الشعب ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وإليكم هذه العلامة تجدون طفلا مقمة مضجعا في مذود وظهر مع الملاك بغتة جمهور من جند السماء يسبحون الله ويقولون المجد لله في العلا وفي الأرض السلام للحائزين رضا ولما انصرف الملائكة عنهم إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض تعالوا نذهب إلى بيت لحم لنرى هذا الحدث الذي أخبرنا به الرب وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود فلما رأوه أخبروا بما حدثهم الملاك عنه فكان كل من سمع يتعجب من كلامهم وحفظت مريم هذا كله وتأملته في قلبها ورجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا ورأوا كما أخبرهم الملاك ولما بلغ الطفل يومه الثامن وهو يوم ختانه سمي يسوع كما سماه الملاك قبل ما حبلت به مريم ولما حان يوم طهرهما بحسب شريعة موسى صعدا بالطفل يسوع إلى أرشليم ليقدماه للرب كما هو مكتوب في شريعة الرب كل بكر فاتح رحم هو نذر للرب وليقدما ذبيحة التي تفرضها شريعة الرب زوجي مام أو فرخي حمام وكان في أرشليم رجل صالح تقي اسمه سمعان ينتظر الخلاص لإسرائيل والروح القدس كان عليه وكان الروح القدس أوحى إليه أنه لا يذوق الموت قبل أن يرى مسيح الرب فجاء إلى الهيكل بوحي من الروح ولما دخل الوالدان ومعهما الطفل يسوع ليؤديا عنهما تفرضه الشريعة حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال يا رب تممت الآن وعدك لي فاطلق عبدك بسلام عيني رأتال خلاص الذي هيأته للشعوب كلها نورا لهداية الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل فتعجب أبوه وأمه مما قاله سمعان فيه وباركهما سمعان وقال لمريم أمه هذا الطفل اختاره الله لسقوط كثير من الناس وقيام كثير منهم في إسرائيل وهو علامة من الله يقاومونها لتنكشف خفايا أفكارهم وأما أنت فسيف الأحزان سينفض في قلبك وكانت هناك نبية كبيرة في السن اسمها حنة ابنة فنؤيل من عشيرة آشير تزوجت وهي بكر وعاشت مع زوجها سبع سنوات ثم بقيت أرملة فبلغت الرابعة والثمانين من عمرها لا تفارق الهيكل متعبدة بالصوم والصلاة ليل نهار فحضرت في تلك الساعة وحمدت الله وتحدثت عن الطفل يسوع مع كل من كان ينتظر من الله أن يفدي أوروشالين ولما تمم يوسف ومريم كل ما تفرده شريعة الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينته من ناصرة وكان الطفل يسوع ينمو ويتقوى ويمتلئ بالحكمة وكانت نعمة الله عليه وكان والدا يسوع يذهبان كل سنة إلى أوروشاليم في عيد الفصح فلما بلغ يسوع الثانية عشرة من عمره صاعدوا إلى أوروشاليم كعادتهم في العيد وبعدما انقضت أيام العيد وأخذوا طريق العودة بقي الصبي يسوع في أوروشاليم ووالداه لا يعلمان بل كانا يظنان أنه مع المسافرين وبعد مسيرة يوم أخذا يبحثان عنه عند الأقارب والمعارف فما وجداه فرجعا إلى أوروشاليم يبحثان عنه فوجداه بعد ثلاثة أيام في الهيكل جالسا مع معلمي الشريعة يستمع إليهم ويسألهم وكان جميع سامعيه في حيرة من فهمه وأجوبته ولما رآه والداه تعجباه وقالت له أمه يا ابني لماذا فعلت بنا هكذا فأبك وأنا تعذبنا كثيرا ونحن نبحث عنك فأجابهما ولماذا بحثتما عني أما تعرفان أنه يجب أن أكون في بيت أبي فما فهما معنى كلامه ورجع يسوع معهما إلى الناصرة وكان مطيعا لهما وحفظت أمه هذا كله في قلبها وكان يسوع ينمو في القامة والحكمة والنعمة عند الله والناس ترجمة نانسي قنقر